كذلك ينضم إلينا من القاهرة اللواء أركان حربة دكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا سيادة اللواء أهلا وسهلا ربما أجمع جميع الضيوف منذ قليل على أن خطاب نتنياهو هو خطاب مليء بالأكاذيب هو فاشل عسكريا وربما يواجه الآن فشلا سياسيا كبيرا وتائه سياسيا بدرجة كبيرة كيف تبعت ما قاله نتنياهو منذ قليل أهلا وسلم بحضرتك أستاذ المشاهدين طبعا نتنياهو يلقي فشله على مصر نتنياهو ادعاءاته كاذبة إلا أنها راصقة بزهنه المريض نتيجة الفشل والفساد حاليا في الحكومة الحالية فأنا بقول أن نتنياهو غير شجاعة لأنه بدلا من إلقاء التهم والأكاذيب يعترف بالواقع ويرى الواقع ويرى الأخطاء لديهم لأنه هو محدد أهداف محققهاش حتى الآن لم يحقق أي هدف بعد أن ضمر البنية التحتية لغزة وبعد أكثر من أربعين ألف شهيد حتى الآن وعشرة آلاف مفقودين والجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أعماله لا قيمة لها بعد ما يقرب من عام فهذا فشل زريع وهو بيواجه حاليا مشاكل خطيرة سواء سياسية أو عسكرية حتى مشاكل كبيرة مع المؤسسة العسكرية نفسها داخله لأن وزير الدباع نفسه يوقف جارانت معترف أن محور صلاح الدين ننسحب من محور صلاح الدين بدون مشاكل عندنا جابي إزن كوت رئيس الأركان الأسبق وأدو مجلس الحرب المستقيل قال أن الوضع الاستراتيجي دلوة إسرائيل لن يسكت أما أنه ننسحب من محور صلاح الدين فهو بيلقي اللوم على الأسلحة رغم أن أسلحة المقاومة دي تصنيع محلي وأسلحة إسرائيلية أسلحة إسرائيلية مهربة من الجيش اللي هي الأضايا اللي عندهم اللي هو إعلامهم بيعلن دائما وأبدا عن أضايا سرقة الأسلحة للجنود يعني هم شريينها من جنود إسرائيليين القناة ناشر نفسها بتقول أن مصر قفل بكل الأنفاء وأن آخر آخر مسح لعملية الحدود وجدوا الأنفاء دي لم تستخدم منذ سنوات فعلا لم تستخدم منذ سنوات فالمقاومة تطور وتصنع أسلحاته بعيدا عن محور صلاح الدين وفي مصانع هم اكتشفوها اكتشفوا أكتر من أربعين مجمع أسلحة تحت الأرض منهم مصانع سواريخ في الأنفاء اللي دخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن وما زالت برضو رغم ذلك أن المقاومة بتطلب برضو بعض السواريخ وبتعمل عليهم كمائن وبتعمل عليهم صد حر وبتعمل عليهم ضدهم العبوات الناسبة فأنا أربجح أن نتنياهو بيلعب بشعبه وبيستغل قضية الرهائف بدليل أنه يومين وربعه يطلع يقول نفس الكلام تب بيستغل قضية الرهائف هو نفس الخطاب بكل تفاصيله وكل بنوده وحتى باستخدام الخرائط ترديد للدعاءات الأكاديب كل شيء في أقل من أسبوع والخرائط اللي معليهاش الضفة ولا على الفلسطينيين يعني هو بيقول أنا نهيت القضية الفلسطينية ده اللي أنا بقوله هو بيلعب بشعبه في نفس الوقت بيستغل قضية الرهائف عشان يستخدمها بالضغط على موقفه الداخلي والموقف الدولي إن في قضية ما زالت موجودة لإستمرار حرب لإن لو قضية الرهائن دي انتهت إيه مبرره لإستمرار الحرب هلقى ضغط دولي جامد وداخلي لإستمرار الحرب واستمرار المعاناة والدقيقة للشعب الإسرائيلي فهو ينفذ هدف الرئيسي هو كنيتانياو أنه عايز يقضي على القضية الفلسطينية نفسها هو ده الهدف الرئيسي ليه وبعدين على فكرة لانفلات الأمن في إسرائيل انفلات كبير جدا وسلبيات جيش الدفاع الإسرائيلي كبيرة في الأسلحة وتوزعها وسرقاتها وتواجد الأسلحة مع المدنيين في كل مكان يعني إحنا عايزين نقول إنه هو كل الحاجات اللي هو بيعملها أنا برجحها ما بيجزأ الجهود في عملية التلواء وفي هذا السياق سيادة الواء دعني أشاركك هذه الأخبار العجلة التي كانت تظهر منذ قليل أن استطلاع هيئة البثة الإسرائيلية يقول أن 53% من الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب من محور فلادلفيا لإنجاح صفقة التبادل يعني حتى بعد هذا الخطاب وبعد ترديد هذه الادعاءات والأكاديب للمرة الثانية النسبة الأكبر تريد الانسحاب طبعا واستطلاعات رأي عديدة بتؤيد وقف القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية فوق 61% تؤيد وقف القتال لكن هو نتنياهو بسياسته بيجدأ جهود التفاول فبيتمسك بنقطة كل فترة يطلع بنقطة أو نقطتين ليشتد فرق التفاول كلها أضافة رأية غير أساسية بعيدة عن وقف القتال وبعيدة عن الانسحاب وبعيدة عن أنه يتطاوض في الرهائن طب المفاوضات دي حتى هو اختلف مع حليفه الاستراتيجي الولايات المتحدة لأن بايدن انبارح أعلن أن لا يعتقد أن نتنياهو يبزل جهدا كافية للحصول على صفقة الرهائن والأمر ذا بشير يا أصدق آية لثلاث نقطة مهمين أن اعتراف صريح من الرئيس الأمريكي أن نتنياهو هو من يعسل المفاوضات النقطة التانية أن المقاومة الفلسطينية توافق على المفاوضات النقطة التالتة والرئيسية عجز كامل للإدارة الأمريكية منذ شهور على تنفيذ توعداتها في تسيير المفاوضات بدليل أن الرئيس الأمريكي أكثر مرة يقول انفراجة ويقول تمام وقريبا سنرى تسيير المفاوضات فده بيبين النقطة التالتة حد للإدارة الأمريكية منذ الشورة على تنفيذ هذا فإلا بلخصه في النهاية نتنياهو فاشل وفاسد ويريد تدمير دولته فإسرائيل تدمر إسرائيل ربما هذا سؤال أخير سيدة اللواء ماذا تتوقع أن يحدث أو كيف سيواجه نتنياهو كل هذا الفشل العسكري وهو يصر على استمرار الحرب يصر على استمرار البقاء في غزة عدم التوصل لاتفاق ترديد ادعاءات وأكاذيب حتى لمصر وهي من الدول التي تقوم بجهود كبيرة وحثيثة جدا في التوصل لهذا الاتفاق طبعا أنا أرجح أن نتنياهو سيصر على عناده لأنه هو شخصية عنيدة كشخصية نتنياهو وشخصية من اليمين المتطرف اللي هم أغلبهم مرضى نفسيين برصاخة أفكار والدعاءات كاذبة معنا وأنه هو فتح كبهة الدفة الغربية بتوسع منذ أسبوع إذن هو كان الاتجاه الرئيسي بتاعه غزة دلوقتي وكان السنوي كان جنوب لبنان والضفة حاليا دخل الضفة بقتها الرئيسية وسحب قوات من القوات العسكرية قوات الاحتلال الموجودة في غزة ووجيها للضفة وبقت حاليا الضفة تكن عسكرية لقوات الاحتلال وبدأ يهاجم في شمال الضفة وبدأ يهاجم في جنوب الضفة في الخليل كمان إذن هو بيفتح نيران أخرى في الضفة وجنوب لبنان قادم لأن حتى القادة اللي عنده بيقولوا نسحب قواتنا عشان الجنوب اللبناني عشان نرجع شعبنا اللي هجرناه من الشمال إلى الشمال إذن أنا أرجع أنه هيستمر في عناده لأنه هو مستمر بقى له عشر شهور وما فيش قوة ووقف أصاده وهو أضرف بنفسه أن ما فيش حد وقف أصاده وأن الولايات المتحدة بتدعمه في كل شيء سياسيا وعسكريا واقتصاديا ولولاها لانتهت إسرائيل من العرب إذن النتيجة سيدة الواء استمرار وإصرار على الفشل إصرار على ترديد الأكاذيب والإدعاءات تبرير الجرائم والانتهاكات أنا بشكرك جدا كنت معي من القاهرة اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عطمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا شكرا لك